هلأ لوين بقى فيلم لبناني ولبنان نفسها تعوم طول الوقت تطفو طول الوقت على فتنة نائمة لعنى اللهم انا ايقظها لكن كتير اوى بيحاولوا ييقظوها ويا مش نايمة اوي يعني فتنة نعسانة يعني مغفلة شوي ففي اي حد لو جهي عن اي صوت تعرفي لنمه خفيف فالفتنة النائمة في اوطارنا العربية وبالذات في لبنان نمها خفيف اوي يعني اي حد معدي جنبها الفتنة هتصحى من اللهم فلما يجي فيلم جميل زيها هلأ لوين لنادين لابكي يعالج هذه القصة قصة الفتنة بيننا الفتنة الطائفية الفتنة المذهبية اللي هي دعوة في مواجهة هذه الفتنة وهذه الطائفية الى التعايش طبعا المعالجة اللي عملتها ناديين لابكي في الفيلم معالجة يعني ساخرة لطيفة خفيفة الظل فيها الروح النسوية الجميلة انما هي مجرد عنوان على الازمة وعلى المشكلة وعنوان على انه ما تحلوا مشاكلكو يا جماعة بعيد عن انتو ترفعوا اسلاحكو على بعض عارفين الفيلم بيحكي عن ايه عن هذه الحرب الاهلية المندلعة في البلد فتكاد تعصف بهذه القرية فنساء القرية يفكرنا في فكرة مبدعة وجميلة وذات خيال بديع وهو انه الرجالة بدل ما تتطاحم في بعض وتحارب بعض وتقتل بعض وتشعل هذه القرية حربا ونارا يلا نحل المشكلة بان احنا نروأهم ندخلهم حالة من البهجة حالة من الصفاء ونبعدهم عن التفكير بالغل وبالحقد بينهم في محن واحن وفتن نعمل ايه يا ستات هذه القرية يعملوا ايه بدأوا يخبزوا لهم الاكل ويعملوا لهم الاطعمة والاكلات ده السين فيها حشيش فالناس بتاكل الرجالة بتعمل دماغ فتصبح تعرفيت طبعا القاعدة الشهيرة بتاعت الحشيش جبان والخمرة جريئة فتعمل هدوء وحالة من حالات الدماغ الريئة والمبطقة كده واللي عامل دماغ لأ وكمان لمزيد يعني من تصدير البهجة لرجال القرية يقراروا جميعهم بنات اوكرانيات ويعني يشاغلنا ازواجهن بهذه الفتنة وبهذا الجمال مضحيات بالغيرة لصالح ابقاء البلد بدون حرب وبدون نار الفكرة عموما قائمة على الشعار اللي ارتفع في ايام حرب بتنام وفي حروب اخرى يعني make love don't make a war انما هنا بينجح الفيلم فنيا جدا في انه يلمس على كل مشاكل الفتن في لبنان لكن يلمس ويلمس بأيدي وأنامل ميسائية شديدة اللطف والنعومة والجمال وبعدسة وبكاميرات وبكاميرات مخرجة فعلا نديل لابكي مخرجة متميزة للغاية لكن المحور جوا الفيلم كمان هو قصة امال المسيحية اللي بتحب ربيع المسلم فاحنا طول الوقت قصة الحب بين الدينين دي سواء بشكل رمز او بشكل حقيقي لبنان فيها زواج مدني فني في فيلم هلأ لوين يعني وفي زواج مدني في لبنان عموما لكن في الفيلم كان واضح انه زواج فني كمان زي زواج المدني كده وقصة الاصحاب الديانتين اللي حبوا بعض دي موجودة في افلام مهمة ومشورلنا برضو على فكرة التعايش 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 عندنا فيلم اسكندريا ليه ابراهيم المسلم الشوعي احمد زكي في الفيلم وصارة اليهودية المصرية وده فيلم من الافلام اللي بيشور لنا برضو على التعايش اللي كان موجود وحاضر في السينما في الواقع المصري في الاربعينات والتلاتينات زي مشهد وحالة لطيفة اوي في فيلم لعبة ست لما مشوف ايزاك عمبر اللي هو سليمان ناجيب في الفيلم لما بييجي المانيا وهتلر يكاد قوات رومل تدخل العالمين ومصر فايزة به بيهرب إلى جنوب افريقيا ايزاك عمبر الخواجة الجميل طول فيلم يقول له الخواجة ايزاك بيقوم كاتب المحل كله للراجل الفراشي اللي عنده في لعبة ست ناجيب الرحاني وبيقول له والله حلال عليك ولما تكسب بيبعثلي فلوس والحالة اللي تعايش الرائع الجميل ده اللي كمان بيتجدد معانا في فيلم حسن ومرقص الاستاذ الكبير فنان العبقري عدل امام مع فنان الكبير عمر الشريف حسن ومرقص وازاي انه المسيحي يتنكر كأنه مسلم والمسلم يتنكر كأنه مسيحي علشان يواجه حالة التطرف وحالة الفتن ايضا العنوين مهم طبعا حسن ومرقص يفكرك بفيلم حسن ومرقص وكهين فبقى خلاص مفيش كهين وزي ما قلتلكوا ربنا نصر ويفضل مرقص ما حسن يعني لكن كل ده عنوان كبير في السينما العربية والمصرية عنوان البحث عن التعايش عيشوا العيش في السينما هو نداء للعيش في الحياة